هل تنجح الوساطة الدولية في احتواء التوتر بين اسرائيل وحزب الله منذ اللحظة الاولى لاندلاع المواجهات بين اسرائيل وحزب الله في اكتوبر الماضي حرصت اطراف اقليمية ودولية على لاعب دور الوسيط لاحتواء المشهد بين الطرفين خاصة وان التوترات تزامنت مع اشتداد القصف والحصار الاسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من تصعيد في منطقة البحر الاحمال بتفاكم الوضع عقب هجوم مجد الشمس في منطقة الجولان واتهم اسرائيل للحزب الله بالوقوف وراء هذه الضربة الصاروخية ورغم نفي حزب الله مسئوليته عن الهجوم الا ان اسرائيل توعدت بالرد بقوة لذا فوض مجلس الوزراء الامني المصغر رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نيتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت لتحديد طريقة وتوقيت الرد ما ادى لتكثيف الجهود الدولية لتجنب تصاعد الاحداث وانتقالها الى حرب موسعة تصريحات الولايات المتحدة بشأن دعمها لامن اسرائيل لم تمنعها من الاشارة بشكل واضح الى ضرورة تجنب تصعيد الصراع والتأكيد على اهمية الارتكاز على الحل الدبلوماسي ما يسمح للسكان على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل من العودة لمنازلهم فرنسا جددت دعوتها للتهديئة بين الجانبين مشددة على التزامها الكامل للقيام بكل ما هو ممكن لتجنب انزلاق المنطقة في صراع اوسع خاصة وانها قدمت في فبراير الماضي مقترحا بهدف انهاء الاعمال القتالية بين حزب الله واسرائيل والتوصل لتسوية حول الحدود المتنازع عليها بين اسرائيل ولبنان كما دخلت المانيا وبريطانيا على خط الوساطة بدعوة جميع الاطراف الى ضبط النفسي منعا للتصعيد فهل تنجح النداءات الاوروبية والامريكية في منع نشوب حرب واسعة بين حزب الله واسرائيل